وزارة الأواف أعلنت تعقد دورات تأهلية لخطباء المكافأة لتحسين أحوالهم المادية والعلمية الوزارة قالت أنه سيتم عمل دورات تأهلية لخطباء المكافأة على بند التحسين ده لرغبين في إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية بالمكافأة ومن يكتزها بيوتح أمامه إقامة الشعائر بأحد المساجد في محافظته مقابل مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا وإقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه شهريا وإقامة الشعائر في أحد مساجد محافظة شمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه وزارة الأواف أعلنت عن صرف حافز للإداريين المتميزين الحاصلين على شهادة ICDL ومن يحصل عليها لاحقا وممن يؤدون عملهم بكفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر